أنا ابن الشعب وابن الشارع وده أدري الناس بعد ملت طلع عدنا جيل كان عمره أربع خمس سنوات عنده سقوط صدام هسه عمره واحد وعشرين سنة تخرج من الجامعات 22 سنة عمارهم هذول يردون شغل يردون مستقبل من يبقى الوضع على ما هو عليه ترهل في الإدارة سوء في إدارة الاقتصاد عدم تقديم خدمات هذا ما راح تقدر تقول له نظام دكتاتوري وصدرنا ديمقراطية يقول لك من أن على وهي جديمقراطية جابت أنه هذا سوء الخدمات هذا ما يعرف من يقدر نعلق شماعة النظام الدكتاتوري وقول له هي جتانة الاعدامات هذا ما عايشها فما يعرف هذا يريد يعيش لذلك الحملة اللي أطلقتها سميتها صنع المستقبل خلين نباوع عليه قدام هؤلاء الشباب من أمناء الشعب العراقي مسؤوليتهم في رقاب القوى السياسية إذا ما عدلوا الدستور وعدلوا النظام السياسي لن يلوموا إلا أنفسهم تعتقد بثورة شعبية أستاذ محمد يعني هذا اللي يتخاف من عنده التغيير القصري ثورة شعبية الناس تطلع تعيد سيناريو اقتحام مجلس النواب ومجلس الوزراء هذا اللي يتخاف من عنده بالصيف مثلا الله العالم الله العالم التغيير القصري عادة يكون إما بانقلاب أما بانتفاضة أما بثورة شعبية أشي توقع أنت؟ شين السيناريو الأقرب؟ أما بتدخل أجنبي السيناريو الأقرب اللي يخلاك تفكر بهذه الفكرة ما أعرف كلها واردة كلها واردة بس اللي يخلاني أفكره مو بس هذا مسؤوليتي ومسؤولية زملائي وبعدين أنت ليش تتعزي الطلب إلي بس آني آني وياي 101 نائب في البرلمان العراقي لا تبخصهم حقهم لما هم مقتنعين بالفكرة ما كانوا وقعوا هنا أنا أريد أسألك 66 نائب استعجلت علي أنت بالموضوع اللي هم خمس أعظام سنواب نعم وقعوا 101